النادي الاهلي كمان قرر التعديل او تفعيل التعديل المادي اللي حصل فيه عقود زي ما قلت لكم قبل كده الرباع محمد الشناء ومحمد عبد المنعم وقال يودينج ومروان عطية التفعيل ده هيبدأ من شهر سبتمبر اللي جاي كل لعب هياخد مقابل زيادة في عقده ونادي الاهلي فكر في تعديل الرباع زي ما قلت لكم عشان لما بدأ الاهلي يتعاقد مع لعبين بأرقام كبيرة هو مش عايز اللاعب الكبار اللي عنده اللاعب المهمين بين قصين يعني المؤثرين في الفريق يبقوا متضايقين فالنادي الاهلي بادرة من نفسه وزود عقود الرباع اللي انا قلت لكم طيب عمر السلية ومحمود متولي رغم انه هما في فترة راحة حالية من الفريق لكن كل يومين بيروحوا للنادي عشان يعملوا عمليات تأهيل بدني وفقا لبرنامج محدود ليهم عشان يبقوا جاهزين في معسكر الفريق وجاهزين للموسم الجديد عمر السلية ومحمود عفوا ومحمود متولي امام عشور عشان الذكرى عشور يعني امام عشور برضو دلوقتي بيعمل برنامج تأهيلي على فترتين مارس الكورلر طلب ان البرنامج التأهيلي ده يتسجل فيديو فيديو ويشوفه هو عايش يشوف اللاعب بيتأهل ازاي اللاعب بيشتغل ازاي اللاعب بيجهز ازاي حلو حلو جد امام في الفترة التانية زي ما قلت حالكم فيه التأهيل بيشتغلها فيه النادي الاهلي ومارس الكورلر طلب زي ما قلت لكم يشوف ده بيعنيه طول الوقت عشان كده بتتسجل اللاعب بيشتغل fulfilled